ما في الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف واقتناء المفرقعات للأطفال نعم يا أخي العيب أولا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جائز شرح الذين يقولون بالجواز لهم أدلة وأدلتهم معتبرة وإذا احتفالوا هم يعبرون عن حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم والذين يقولون بخلاف ذلك أيضا حبا في الرسول صلى الله عليه وسلم والقاسم المشترك بين الفارقين الحب للرسول صلى الله عليه وسلم فليتعاون الفارقان على تمتيني علاقتهم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على وصاياه ووصايا الله جل جلاله الذي قال في آية القرآن صورة الحجورات الآية العاشرة إنما المؤمنون إخوة فلا يمكن أصلا لنقلا ولا عقلا أن يكون مدار الخلاف بين المسلمين هذه المسألة المتعلقة بالاحتفال أما ما يتعلق بهذه المفرقعات التي تزرع في قلوبنا الخوف في هذه المناسبة العزيزة اللطيفة ننصح أولا التجار الذين يقتنون هذه المفرقعات محارق في المولد النبوي الشريف نقولهم اتقوا الله لا تقتنوها وننصح الحكام المسؤولين بمنع هذه المفرقعات من الاتجار التجارة تمنع تمنع لأنها مضرة بالمجتمع مضرة بالصغار الصغار إذا لم يجدوها في السوق لا يشترونها إنها غير موجودة ولا يطلبونها ولا يطلبونها وننصح الأولياء أيضا بنصح أولادهم بعدم اقتناء هذه المفرقعات بهذه المناسبة وهذا أمر واجب على الأولياء ونعلم علم اليقين بأن أحيانا الأولياء لا يقدرون يجي الطفل يدي دراهم ويشريها وأحيانا يدي دراهم بطرق أخرى المهم يشريها بش هو يفرح مع الناس خرية المسؤولية مشتركة حديث جامع كلكم رائعين وكل رائعين مسؤولة رائعيتها هل الكلام ينطبق على الشموع كذلك؟ فالأمر أخف الأمر أخف تعلق بالنور وكذا هذه الرمزية يعني ليس فيها حرج ولا تضر يعني عمل التجار أن يزينون متاجرهم بمناسبة المولد الله يبارك هذه أمور اجتهادية يعبها رمزية ما فيه إشكال لماذا نضعوها في موضع البدعة وبعدين جيبوا النتائج المعرور لا 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 هو عبر عن هذه حدث طبعا الاحتفال بالموض النبوي الشريف هو المسلم ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم لكي يذكره في هذه المناسبة ليس حديث اليوم يعني قرار متطاونة يعني نطويه هذا الملف نروحه لما هو أنفع للمجتمع تجاوز هذا الأمر ونحاول أن نترجم ونتمثل وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحكامه من أجل تمتين الأخوة فيما بيننا والعمل على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والله بالطرق التي تبني وتؤلف بين القلوب الله يجزيك الخير شيخ معنا الحاجة صليحة من باتنا شكرا